اهلا بكم مشاهدين من جديد طبعا كلنا تابعنا زيارة اللاعب العالمي اليونال من ميسي نجم نادي برشلونة الاسباني والمنتخب الارجنتيني لمصر يوم الاربعاء الماضي هذه الزيارة فعلا بتمثل خطوة بلاغة الاهمية للترويج للسياحة العلاجية في مصر خاصة ان مصر بتطبق برنامج ناجح لعلاج فيروسي وبتهدف هذه الحملة لاستقطاب المصابين بفيروسي خاصة مع انخفاض تكلفة العلاج مقارنة بتكلفتها بالخارج اصداء هذه الزيارة لازالت تتصدر الصحف المحلية والعالمية والعربية ايضا برغم انها استغرقت ثماني ساعات فقط شارك ميسي خلالها في حملة تور اند كيور لعلاج فيروسي تحت شعار عالم خال من فيروسي السؤال اللي نطرحه في برنامج هذا الصباح النهاردة هو زي نقدر نستغل زيارة ميسي التاريخية الاستغلال الامثل لترويج للسياحة بصفة عامة وبالاخص لترويج للسياحة العلاجية وكيفية الاستمرار لوضعها على خريطة الجذب السياحي العالمي شرفنا للحديث اكثر عن هذا الموضوع الدكتور حازم عطية الله عميد كلية السياحة الاسبق ومحافظ الفيوم الاسبق صباح الخير صباح الخير استاذ حازم يعني شايف ازاي هذه الزيارة واهميتها والبرنامج يتقدم من خلالها لمسي لاعب قرط القدم العالمي طبعا دي زيارة طبعا مهمة لانه زي ما حركك عارفة طبعا العالم كله بيهوى كرة القدم وانطلاقا من هنا كان اهمية لاعب وافضل لاعب على مستوى العالم انه يزور مصر ويسوق لهذا البرنامج العلاجي طبعا هيشوف ملايين من الناس لانهم بيتابعوا اخبار هذا اللاعب الشهير وبالرغم منها طبعا زي ما حركت افضلت وقلت انها ساعات معدودة كانت الزيارة ولكن اصدقها طبعا غاية في الاهمية والاهم من هذا وذلك كيف يمكن استغلال ده افضل استغلال ومتابعة والفولو اوب زي ما بنقول لهذا الحدث بعد كده وثم هل هناك افكار اخرى برضو يمكن ان احنا نضيفها عشان نروج لهذا الحدث طبعا اللي انا عايز اقوله انه مهم جدا ان تصل الرسالة للخارج اولا احنا عاوزين الاجنبي يجي مصر هو السؤال البسيط جدا في مجال التسويق كيف تصل هذه الرسالة للفرنسي في بيته للالماني في بيته للنمساوي في بيته دي اهم حاجة بعيدا عن الشكل الخارجي للحملة يعني احنا من خلال هذه الزيارة عايزين نأكد ان في استقرار امني في مصر وتحسين صورة مصر في ادهان الاجانب وخاصة ان ليونال ميسي يعني من اشهر الشخصيات العالمية يعني بيتابعوا على حسابه الشخصي في تويتر مثلا مليار شخص بالزابطة فطبعا لما هو ييجي ومحبي يارو ان هو وقف وساد الاهرامات وبيزور الاهرامات وبيتجول ده طبعا رسالة واضحة جدا ولكن انا عايز اقول انه برضو هنا ييجي دور مهم جدا في المتابعة لمثل هذه الزيارة والاحداث الاخرى اللي ممكن تيجي ان شاء الله مستقبلا احنا لنا مكاتب مثلا سياحية في الخارج هنا عندنا حوالي 15 مكتب سياحي موجودين في سفرتنا في دول مهمة مصدرة لأسائح ايه هو السؤال واتمنى المكاتب دي مفتوح على الغد دلوقتي اه مكاتبنا سياحية المستشارين السياحيين بتوعنا في هذه الدول السؤال هو وما اتمنى طب ايه الخطس اللي يكون مفروض خدوا خدوا من برامج السياحية وجذب السياح في الفترة الحالية الحالية طبعا ان احنا طبعا احنا خرجين من فترة ازمة مرنا خمسة سنين يعني برضو حريك عارفة انه مجال معالجة الازمات وفي مجال السياحة ده علم احنا في كل سياحة بندرس ما ده اسمها علاج الازمات في مجال السياحة وكيف نعالج الازمة اللي احنا مرنا بها انا بقول برضو انه يعني من المفترض ان يكون فيه اكتر دور لمكاتبنا وهيئة تنشيط السياحة في الخارج لان دي ازراع الايمن لوزارة السياحة ولوزير السياحة في الخارج المكاتب دي دورها انها تعمل دراسة للأسواق دائيا وزي محرك طبعا عارفة انه السوق النمساوي من زي الفرنسي من زي الروسي دراسة السوق بتعني دراسة عادات وتقاليد الناس دي امتى اجازتها بتحب تسافر ايه بلاس انه هو ما ننساش انه على سبيل المثال بقول دي ليه انه الاتحاد الاوروبي عمل دراسة وقال فيها انه 65% من دول الاتحاد الاوروبي الذين يتوجهون المقاصد السياحية بيروحوا بناء على رغبة ابناء الاسرة الاولاد في الاسرة 65% اذا ان هنا لما انتابع هذا الخبر مياه يمرش مر الكرام علينا ان احنا يبقى التارجد بتاعنا مين الشباب في المدارس لانه طلع ان 65% من الاسر في اوروبا كلها بيتوجهوا بناء على رغبة الاولاد اذا لازم نتابع الاولاد وازاي نصل اليوم طبعا عن طريق المدارس ووالى اخره انا في النمسا لما كنت مشارسة انا كنت مشارسة قافة وسياحة في فيينا فعملنا حملة في المدارس وعملنا مسابقة على مستوى المدارس عشان نجذب الشباب ده لما عرفنا انه عدد كبير جدا منهم ممكن يكون بيقرأ كمان من خلال المناهج بالزبط عن الحضارة الفرعونية والحضارة المصرية والحركة عارفة طبعا في الخارج يعني مع الاسف اكتر مننا بيدرسوا في المدرسة الحضارة المصرية القديمة مادة اكبارية في المدارس كلها الاعداد والسانوي فهنا عملنا على سبيل المثال مسابقة على مستوى كل المدارس السانوية في النمسا مسابقة يدخل بها الفصل مع المدرسة بتاعتهم يقدموا بروجيكت عن مصر وكانت نجحة جدا لانه ده كان الباب الخلفي اللي احنا دخلنا به المدارس لانه لو رحنا لمدرسة قلنا هنعمل محاضرة عن مصر مش هيقبله ولكن لما قلنا يعملوا مسابقة واتعمل لها تحكيم وهيئة تحكيم من السفير ومن المسطر السياحي والثقافي ومندوبة اليونسكو في البلد اللي احنا فيها النمسا والتعليم موزارة التربية والتعليم وحكموا وكنا بنطلع أربع فصول الأول والتاني والتالت والربع اللي عملوا بروجيكت حلو عن مصر مشروع عن مصر يزوروا مصر لمدة أسبوع بأسرتهم الفصل كامل هو الفصل حضرتك مع المدرس بتاعهم بعدما يكونوا عملوا مشروع جميل عن مصر في بعضهم عملوا معرض كامل للريبليكا القطع الأسرية المقلدة لأنها مدرسة سنوية فنية في مدرسة سنوية موسيقية ألفوا مقطوعة موسيقية باسم مصر ودوها اسم مصري أديمس ودول نجحوا دول الهدف منها حارك إيه؟ إن فيه 125 مدرسة 125 فصل الفصل عدده 25 واحد والمدرس بتاعهم كلهم قاعدوا يشتغلوا 6 شهر عن مصر فمش دروري الأربع فصول بس اللي كسبت ولكن إحنا عندنا 125 فصل بحثوا وشافوا عن مصر فالأولاد حبوا مصر فيرجعوا الأسرهم بقى وإحنا عايزين نروح مصر بالضبط ودي فعلا عمل الترواج رائع وخلت إنه الأسر تتنبه إن هم يحطوا في برنامجهم زيارة مصر وطبعا إحنا استغلناها لإحنا ما كلفتناش حاجة إحنا جبنا التور أوبوريترز الكبار اللي هم بيودوا سياح لمصر جبناهم وقلنا لهم أنتوا في الديد تايم بتاعكم لما الشارتر بيبع عليها 40 كورسي فادي خدوا فصل معاكم كتسويق ليهم هم فنجحنا في إن إحنا نطلع على كل شركة تاخد لها فصل في السنة من الفائزين ومنطلع معها بقى طبعا صحفي وتلفزيون وده ما يكلفناش حاجة بيروح يعمل الرحلة ويقعد معاهم لمدة أسبوع ويرجعوا ويكتبوا في الجرائد ودي اللي هي الدعاية والتسويق اللي هو من غير ما يكلفناش حاجة أنا أتمنى أنه هذا على سبيل المثال حريك أنه كل سفراتنا في الخارج تعمل هذه المسابقة لأنه مهم جدا ندخل للمدارس لأنه ده جيل حريتك اللي هو يوما ما لما هيكبر ويتخرج هيبقى له أسرة فهتعلق في ذهنه وهو رب أسرة مصر وأنه يأما راح مصر يأما شارك في المسابقة من خلال أنه قاعد يجمع معلومات وكنا بنعمل لهم سايد مخصوص موقع إلكتروني يدخلوا عليه عشان ياخدوا معلومات ونبعت لهم حاجة اسمها سكول باج فيها كل البروشيرز عن مصر عشان يقدر يدخل المسابقة يعني حريك بتدرس من جميع النواحي واللي بيها أنه هو يبقى عامل تسويقي لنا في المستقبل إحنا لازم نبص القدام ما نبصش النهاردة وفي دول كتيرة بتستغل المشاهير والفنانين لترويج للسياحة بصفة عامة يعني بنجاح التجربة لحضرتك في النمسا ليه التجربة دي لم تعمم على مختلف الدول بالزبط ما أنا أو ما استمرتش يعني إحنا مش شايفين ليها استمرارية على أرض الواقع يعني أنا وانا يعني كويس في البرنامج نناشد وزارة السياحة إن هي تبقى فيه تعليمات من الوزير لكل المستشارين السياحيين بتوعه إنهم يحطوا أولا خطة استراتيجية للعمل بتاعهم ودراسة سوء على أرض الواقع ما تنفعش دراسة للأسواق السياحية موحدة للكل وإنه هذه المسابقة لإنه حرتك صعب جدا ندخل كنا مدرسة ونقنع الطلبة بأنهم يعني يبقى فيه يعني حب لمصر إلا لو هو بيتبارع عشان عايز يكسب ويفوز ويجي في رحلة لمصر فده الباب الخلفي بعتبره لإنه ليس بالسهل أبدا لو حركت روح وتشوفي برا وتحاولي تروح تعملي محاضرة في مدرسة هيقولولي كل وقت وما ينفعش إنما عن طريق المسابقة دي وعلى فكرة إحنا عملناها ثلاث سنين في النمسا متتالية وكل سنة كان بيشارك حوالي مية خمسة وعشرين مدرسة بمية خمسة وعشرين فصل كامل حارك قلت إنها ما بتكلفش شيء الدولة حالس حارك كل تور أوبريتور أصلا شغال مع مصر ونالوا في الوقت اللي أصلا الطيارة طالعة فضية تاخد فصل فإحنا ما كلفناش حاجة بل بالعكس إحنا استغلنا الرحلة لو طلعنا صحفيين وتيم فريق من التلفزيون معاهم برضو ما كلفش حاجة وصوروا وكتبوا لما رجوا عن مصر فكان الناتج إن إحنا ما فيش أي تكلفة علينا خالص عكس ما نحن نقول نعمل بس إعلان قد كده مدفوع الأجر بندفع بره مبالغ رهيبة جدا عشان نعمل حاجة كده في التلفزيون أو في الجرائط وبالتالي اللي كنت عايزة أقوله حارك إن مثلا في مدرسة كانت نجحت بالفصل بتاعها وسافرت ورجعت وكان عندها السنة اللي بعدها فصل تاني فقررت إنها تعمل معاهم الفصل الجديد ده بروجيك برضو عن مصر فكانت هي نشيطة جدا فأنا بكلمها في التلفزيون وبقول لها إنه بكرة هنقفل باب إنكوا تقدموا للمسابقة ولقد دلوقتي ما جبتيش البروبوزل بتاع المشروع بتاعكم فردت قالت لي يا دكتور حازم أنا ما أقدرش أعمل أكتر من كده أنا بقالي ستة شهر بدرس مصر فهذه الجملة حريك إن مدرسة تقول أنا بقالي من بداية العام الدراسي بدرس مصر بس عشان نقدر نخش المسابقة قلت هو ده الهدف اللي كنا عايزين نسمعه إنه تيجي مدرسة تدرس مصر للمدة ستة شهر في الفصل بتاعها عشان يدخلوا المسابقة ويكسبوا فده الهدف منها واللي أنا برضو يعني لازم نهتمي بها حريك قوي إنه الأجنبي مش زي ما احنا فاكرين بيعتمد على السايد بتاعوزات الخارجية بتاعتهم وإنه يحذروا من السفر إلى مصر ده غير سليم إنه أنا كنت بتكلم مع أزقاء لينا في ألمانيا وبيقولولي إحنا عمرنا ما بنبص على السايد بتاعوزات الخارجية وتحذير من السفر ولا لأ إحنا بنحب مصر وإحنا عارفينه وبنيجي فبنيجي وده شايفينه كمان مش في ألمانيا بس لا في كل دول اللي أنا بدي حرك مصر استمر في شرم الشيخ والغداء والسياحات الشيكية اللي هي الفردية الفردة خلاص ما بيعتمدش على إنه البلد بتاعته تحذره أقصد بيها إنه ليس بالصحيح لما معلش يعني نعلق الشماء على إنه طيران رسمي روسيا أفله ما هيش دي المشكلة حريتك مش هو ده لا التسويق بمفهوم بسيط كيف نطرق باب الروسي ونقنعه إن هو ييجي ده التسويق الصح أو الألماني أو الفرنسي أو النمساوي إزاي نصل إليه وليس عن طريق التعميم وإن إحنا مثلا نشارك في بورصة معلش بعض المسؤولين يسافروا مثلا بورصة برلين الدولية للسياحة بورصة رائعة وجميلة جدا إنما لا يكفي أن المسؤول يسافر ويعمل مؤتمر صحف ويقول إنه مصر أمنة ويقولها لبعض الصحفين ويمشي بينزل خبر بعض كده مصر شاركت في بورصة برلين قد كده سطرين بس إنما ده مش التسويق التسويق إزاي زي ما بقول لحريتك إن إحنا نخبط على بيوت الناس بالمفهوم يعني الأوسع ونقنعهم بأنهم ييجوا عن طريق المسابقة زي دهيا عن طريق فعاليات كتيرة جدا ممكن نقوم بيها وما ننساش إن مصر مهيئة جدا للاحداث الهمة زي ما حضرتك قلت أنا أعتبر إن مصر ممكن تكون أفضل مقصد لسياحة المؤتمرات لسبب بسيط جدا كانت مدينة السلام مدينة شارم الشيخ كانت فعلا من أشهر المدن العالمية في سياحة المؤتمرات بس حريك عايز أقول لحريك إن المؤتمرات يعني لما أنا أكون مسؤول عن مؤتمر دولي طبي بنظامه كل سنة مثلا للجراحين لما هختار مصر الطبيب اللي هيشارك أو الأطباء اللي هيشاركوا بيبصوا إيه الفايدة اللي هيستفيدوا منها مع المؤتمر هيجي ويروح الغرداء ويروح شارم الشيخ ويروح لقصر ويروح أسوان فده عامل جذب جو المعتدل طوال العام يفضل واحد بدلا ما يروح في السنة دي يتعمل المؤتمر في مكان ما ودرجة الحرارة تحت السفر لا يجي مصر ويزورها وجوه معتدل سياحة المؤتمرات دي قصة لوحدها لو إحنا سوأنا ليها هنجذب مئات المؤتمرات الدولية سنويا وده بند مهم جدا يتحط على الأجندة السياحية في دول مهتمة بيها أنا أتذكر النمسا لأنه كنت فيها فترة طويلة أنه في مؤتمر الأطباء البطنة والجراحة بيتعمل في النمسا لو أقول لحضرتك أنه بيشارك فيه هذا المؤتمر في وقت واحد 23 ألف طبيب من أنحاء العالم لدرجة أنه أثناء الأربعة تيام بتوع المؤتمر فيينا العاصمة ما كانش فيها غرفة فندق واحد فاضي بسبب هذا المؤتمر لدرجة أنه أرينا في الجرائد أنه بعض الأطباء الأجانب اللي مشاركين في المؤتمر سكن في عاصمة سلوفاكيا اللي هي براتسلافا اللي تبعد 60 كيلو عن فيينا عشان يقدر يحضر المؤتمر يعني ساكن في دولة تانية أي نعم هي 60 كيلو بس ويحضر المؤتمر تخيل حضرتك بسبب مؤتمر واحد العاصمة ما فيهاش فندق قوضة فاضية نتمنى أنه إحنا يبقى في وقت واحد مؤتمر دولي في الأقصر تاني في أسوان في شرم الشيخ في الغرداء جذب هؤلاء سهل جدا بس يجب أن نضعه على الأجندة السياحية بتاعتنا دكتور حازم كمان فيه أنماط سياحية كثيرة ومختلفة متعددة في مصر بجانب السياحة الثقافية أو السياحة الشاطئية التقليدية أو المعتادة يعني إحنا ممكن نهتم بالسياحة العلاجية سياحة الدينية برضو ورحلة مصار العائلة المقدسة يعني فيه أنماط كثيرة لن تستغل حتى الآن وزي ما حريك قلت وإحنا بنتكلم على زيارة ميسي وعشان يدعم برنامج علاج فيروس C ده جزء طبعا من السياحة العلاجية إحنا لازم نطور منظومة حضرتك حريك عارف العلاج بالمياه الكبرتية وما إلى ذلك إحنا لسه ما طرقناش هذا الباب إحنا عندنا حمامة فرعو وعيون موسى ودي من أرواح ما يمكن بس معها لأسف حريك دي ممكن يقام عليها مشروع يبقى المنطقة فيها عشر فنادق ضخمة ومطار في المنطقة وهو بيدرس يتأمل في المنطقة ترى الصدر مطار عشان تنزل فيه الطائرات إحنا شوفنا في تشيكو سلوفاكيا في بولندا في النمسا في سلوفاكيا مصحات عالمية بتعتمد على المياه الكبرتية في العلاج وإلى آخره بيجيها ألاف من السائحين إحنا عندنا هذه الإمكانيات ولكن لازم نعد لها زي ما بقول لحريتك الفنادق الضخمة والبرامج السياحية المرتبطة بها السياحة العلاجية لازم نطورها لا يكفي بس هو برنامج فيروسي ده برنامج محدود لحاجة معينة الحمد لله يعني بدأت فعلا من كانت من أولى الدول موادر نجاحه بدأت تظهر ولكن عندنا حريك طبعا السياحة العلاجية لها فروع عديدة أخرى جدا لازم نرشط زي كمان الوحات البحرية من الأماكن الطبيعية والجميلة وممكن كمان ووحد سيوى وإلى آخر يعني السياحة العلاجية والاستشفائية العلاجية طبعا إحنا عندنا المقاومات موجودة عندنا نبيع المياه الكابريتية موجودة ومتوفرة بس لازم حريك تتحطى على الخريطة الاساسمار العالمية وإنه تيجي شركات ضخمة متخصصة في إدارة هذه المواقع الاستشفاء والمراكز اللي بتعالج دون ناس متخصصين فيها وبس نفتح الأبواب ونشجع المستثمرين حضرتك الدكتور حازم لأن فيه ناس بتتخوف برضو من إدارة الشركات الخارجية أو الشركات الأجنبية والإدارة حضرتك وأبنائها قادرين على لا 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 أحنا بنكلم على يعني حالك ما إحنا عندنا كل الفنادق الكبيرة اللي بنملكها بكلها لو نقول الأسماء ما دي كلها شركات دولية العالمية العالمية الفنادق اللي حولينا كلها أونر حاجة أو مالك بشيء والإدارة الشركة فالإدارة اللي يتحول لمالك هو هو بدي الإدارة والنوهو بتاعه في إدارته عشان وبعدين حارك كل دول العالم بتعمل كده يعني داخل الدول الأوروبية المتخصصين في هذا المجال معروفين وبيديروها في دول أوروبية أخرى يقدروا يساعدوا بالخبرة بتاعتهم في هذا المجال ولكن برضو ياريت نتكلم حاركة عن الأحداث المهمة لمصر يعني أنا كنت بالصدفة برضو الواحد ما هو لازم الخبرة اللي الواحد شافها بره أثناء عمله ينقلها لما كنا في النمسا حاركة عارفة عازف الموسيقى المشهور موتسرت نمساوي وكان مر 250 سنة على ميلاده لو تشوف حضرتك لمدة عام بمناسبة 250 سنة على ميلاد موتسرت أضافوا 20 مليون سايح لزيارة النمسا على حس أنه مر 250 سنة على ميلاد موتسرت حين السنة الجاية هيمر 3650 سنة على ميلاد توت عن خامون تخيل حاركة ونعمل حملة ونعمل تنشيط سياحي ضخم جدا لمدة عام بمناسبة مرور 3650 سنة على ميلاد توت عن خامون أنا حطيت بروبوزل لمشروع ضخم يتعامل مؤتمرات دولية مؤتمر الجيبتالجي يجي مصر ويتعامل في لقصر ويتعامل الموضوع يبقى عن توت عن خامون على سبيل المثال تتعامل المسابقات دولية بقى مختلفة يتعامل أوبارتات عن توت عن خامون وتتقدم قصاد معبد لقصر يعني أقصد ما يمرش حدا زي كده مر الكرام علينا ونشوف أنه بس عشان موتسرت 250 سنة جاه للنمسا إكسترا 20 مليون سايح يعني أقصد وأنا كنت بشوف أنه المحلات كلها اللي ملهاش علاقة بالموسيقى بقت تعمل منتجات مرتبطة بميلاد عازف العالمي موتسرت ومحلات الحلويات محلات الأكل القائم الطعام بقى تسمعها كده بيبيع الشوكولاتة بقى عليه طرط ومسابقات عنه يعني أقصد أنه لازم نستغل هذه الأحداث وبفترة كافية قبل الحدث عشان نقدر نسوى صح في الخارج نحن في النهاية بنشكر الدكتور حزم عطية الله عميد كوليت السياحة الأسبق ومحافظ الفيوم الأسبق شكرا جزيلا على تشريف حدث شكرا على الدعوة الكريم